ما يقول عنها الغرب مدنا أوكرانية محتلة يقول عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أنها أراض روسية ولأنها كذلك من وجهة النظر الروسية زار بوتن بعض هذه المدن خلال الساعات الماضية وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى مدينة ماريوبول التابعة لإقليم دونياتسك مستقلا طائرة مروحية ثم قاد بنفسه سيارة مر بها عبر مناطق عدة في المدينة وتوقف في بعض الأحياء ليتحدث مع السكان على كل حال تعد مدينة ماريوبول مدينة استراتيجية مطلة على بحر أزوف وهي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لروسيا في الحرب وبالفعل أعلنت روسيا ضم ماريوبول إثر الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر 2020 وذلك رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك من ماريوبول انتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى مقاطعة إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف أون دون جنوبي روسيا وقبلها بيوم زار فلاديمير بوتن شبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لضم شبه الجزيرة عام 2014 إلى روسيا وصل بوتن إلى سيفاستوبول وهو ميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم تقع سيفاستوبول على بعد 240 كيلومترا من خرسون في جنوب أوكرانيا كما نرى هنا مما وضع بوتن لأول مرة في موقع قريب من الجبهة المشتعلة هل كانت الجبهات هادئة خلال زيارات بوتن؟ بالطبع لم تكن كذلك فبالتزامن مع ذلك استهدفت القوات الروسية أحدى القواعد الرئيسة لمقاتلي الفيلق الأجنبي في مدينة زابوريتجيا بالتحديد المركز الإداري للمقاطعة كما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية عشرات الصواريخ وأسقطت عددا من الطائرات المسيرة إذن زيارات الرئيس الروسي إلى الأراضي الأوكرانية بعثت برسالة واضحة إلى الغرب وكييف أيضا ومفاد هذه الرسالة هي أن روسيا لن تتنازل عن المناطق التي ضمتها من أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر